لا يغفى على أحد أن انفجار مخزن الأسلحة والذخائر الذي وقع يوم العشر من ديسمبر كانون الأول الجاري في مستودع بمخيم البرج الشمالي للاجئين الفلسطينيين في مدينة سور جنوب لبنان قد ذكر بأن حركة حماس تسيطر على المشهد الفلسطيني في البلاد لكونها الأكثر تنظيما بين الفصائل وفي هذا السياق سلطت وسائل أعلام عبرية محلية عبر تقارير عديدة الضوء على نشاط الحركة في لبنان وقالت إن حماس تعمل على بناء قوات عسكرية هناك وأشارت المعلومات إلى أن الحركة تمتلك مشروعا سريا لصنع صواريخ دقيقة موجهة بنظام تحديد المواقع العالمي ذلك وفقا لما نشرته صحيفة إزرايل هيوم العبرية أيضا كشفت أن حماس بدأت منذ عام 2018 بخطة عمل في لبنان تهدف إلى بناء كتاب مسلحة من مئات العناصر وتشكيل قوات النخبة الهجومية والمسؤولة عن تنفيذ عشرات الهجمات ضد إسرائيل ترجمة نانسي قنقر